السلام عليكم فلا اقسم بمواقع النجوم ايه النجوم لما تيجي تدرس موضوع وتعدي مرحلها من المراحل ايه اللي نجم عن الموضوع دوت بالنتائج دي ايه اللي نجم عنها اللي نجم عنها نجوم بتدلك في طريقك اللي جاي اللي انت درسته اللي انت رايح له مش احنا قابل اي موضوع بندرس بينلم علم الاول بعد ندرس كويس جدا بعد كان ننفذ بناء على النتائج الهيات اللي نجمت منها ركز بقى مع اللم مش احنا قلنا اللي امتبعنا هيفهم الكلام ده اللي الجديد مش هايفهم الكلام ده بس هن يعني انا يعني اسمعوا فيديوهات ابليس اسمعوا فيديوهات اه الانا كلها قريبة يعني مكملناش شهر يعني بس يا سيدي بس احنا بقول لك انا خير منه انا ابليس انا كان من الجن ففصك عن امر ربه ها الانا الهوية دي كانت نفس صح الكلام؟ طيب واحنا مؤمنين ان احنا مجناش الدنيا دلوقتي بقشوا على فيديوهات الارواحي اللي عندي هتعرفوا ان احنا فيه كزا حياة لينا جوه حياة واحدة تمام؟ فالانا دي قالك اه فالانا دي منتظر معانا صح؟ مش ابليس طلب ان يبقوا من المنظرين الانا الانا والهوية دي موجودة معانا في كل حياة مهم سافرة معاي طول ما الانا دي مش نحتها قاعدة معايا الانا دي كانت بتتميز بالحقد والغل طيب لسه موجودة معاي حياة تانية الانا دي متميزة بالانانية وكانت على طول بتفضل مصلحتها وما لهاش دعوة بحد الصفة دي والانا دي نفس اعدى معايا الانا دي كانت غلاوية ما بتحبش الناس كرها الخير لغيرها ما بتعملش حاجة الا لمصلحة الانا دي اعدى معايا النفس دي اعدى معايا ما دا ما انا لسه ما انتصرتش عليها ما هي حرب وصراع طيب افهم بقى الكلام ده فكل الصفات دي ات انفس بداخلي كلها اوعية هابطة صح الكلام؟ والاوعية الهابطة القرآن قال عليها ناس ونساء وانسان طبعا الانسان ظلوم وجهول ظلوم هو بيمنع النور ماشي؟ بيمنع النور عن الناس وعن نفسه فالنساء وصفتهم الكفر والشرك والظالمين فكل الصفات دي والانفس دي بداخلي انا لسه من المشركين اه لسه من المشركين انا لسه في البعد ده موجود معاكم في هذا البعد الدنياوي لسه موجود معاكم لسه عندي انا وعندي انا وعندي اناوات تشاهلها على ظهري من سنين فاتت تراكمت وبقت عاملة كتلة وكسافة كده انا المفروض اقشر اقشر الانا دي اقشر كل انا من علي عشان اوصل للجوهر اللي جوه اشيل طبقة طبقة منها صفة صفة منها وده بعمله ازاي بدرس كل حاجة جوايا انا عند دلوقتي برائب صح كلام؟ انا عند دلوقتي انمات تفقير بتخليني اعرف ارائب اللي انا اللي جوايا دلوقتي انا موجود في القرآن ده كله عشان الان اللي جوايا اعمل لها عاملين تسجيد والتسجيد ده ما بيعودش في حياة واحدة إلا من رحم يا ربي يعني في تجسد واحد الناده عايز لسه بدري ونفسنا وما سواها احنا لسه في مرحلة التسوية لسه بدري احنا لسه مجناش من مرحلة مريم حتى لسه احنا بنحاول احنا بنحاول عارف ليه احنا بنحاول احنا رجال الاعراف احنا رجال الاعراف بنحاول نيدنا خير شايفين اصحاب النار وشايفين اصحاب الجنة وساعات واكيد بنحس بدول وبنحس بدول وشايفينهم تمام مش بنحس ان احنا احنا بنحاول احنا بنحاول فيه ناس كده بيقولك ايه يا عم ولا نار ولا جنة انا همشي معكم كده انا همشي معكم كده ده خلاص اتوكل على الله من الاعراف والاعراف دول اه ناس كويسة عنهم حاجات كويسة والاعراف ان انا اعرف الشيء اعراف اعراف معرفة كاملة اقولك تعرف الواحد قالك لا عشرته لازم اعرافه عشره واشوف يعني كل موضوع افصصه كويس واذكره كويس وادرسه واجب اصله واجزره ولو وحش بقى اروح دفنه انا ببحث جواي انا الرحلة دلوقتي مش رحلة للخارج انا رحلة للداخل واقلت سيره في الارض انا رحلة للداخل دلوقتي انا مليش دعو بالكون خلاص ربنا خلقوا والمفروض ان امشي تابع قوانين الله انا دلوقتي ادور على نفس اللي جواي عايز اشيل الطبقات دي اعمل عملية بشر ليها تمام اشيل بشرة واشيل بشرة اللي هي السيئات دي اللي قدت موصل لايه للجوهر بتاعي تمام فانا حيواتي اللي فاتت كل حلوة وكل شرها مجمع معايا مجمع معايا فين في الزاكرة بتاعتي الزاكرة بتاعتي دي فين في الروح وفين تاني في الجسم في الدين بتاعك اللي برضو ده مسؤول عنك عن حالتك النفسية برضو هبقى لنا موضوع تاني عن الدين ايه والجينات دي واصلا يعني الجينات دي تضغير من فكرك تمام فالجينات دي ده الحاجات اللي نجمت من سنين فاتت تطوراتك بقى السلالات التونية السلالات نفسية كل ده مرسوم في الدين بتاعك انت عندك دين ايه مادي جوه دين ايه المادي ده بيتحكم فيك في عقلك وفي جسمك وفي كل حاجة وصفاتك تمام طيب طيب واحنا طول عمرنا بنعمل بنعد مرحلة بناخد نجوم معانا كل مرحلة اللي هي نجومها صح الكلام؟ النجوم دي بتتبني حواليك يا هو انا ليه جسم تاني؟ اه طبعا كلنا اللي تعرفين اللي انا جسم تاني وتالت ورابع جسم عاطفي وجسم اسيري وجسم عقلي وغير الجسم المادي ده اقل حاجة فينا ماشي؟ فانا الجسد الاسيري ده ممكن يكون اكبر منك بتلاتين اربعين مرة حسب معلوماتك وتسع وعيك اي معلومة مادية واي معلومة روحية بتتبني لها زاكرة في الاسير وبما ان جسمك المادي مش مستحمل الكلام ده ديق فانت مقبور اللي بيستحمل الكلام ده الهالة اللي حواليك الاسير اللي حواليك تمام؟ مش بيقول لك في ناس كده لما بيكشف عليهم في الهالة بيبقى تلاتين متر هالة واربعين متر هالة من جميع الجهات فوقه تحت ويمين وشمال ده الجسم الاسيري اللي انت بانيته عبر حيواتك كلها دي النجوم بتاعتك والنجوم دي موجودة حواليك وفي عقلك وانت بتستدع منها جميل؟ بتستدع منها الحاجة اللي بتجيك منها بيستخدموا فيها في القرآن كلمة جاءة يعني من داخل محيطك ومن داخل لعلمك ومعرفتك لكن كلمة اتى من خارج المكان ده حالص حد الهالي تنزل عليها من اتني من الملائكة من رسل من عند ربي اتى ماشي؟ لكن جاء ده من جوه المحيط بتاعي والزاكرة بتاعتي عشان بس افرع بان فلا اقسم واقع النجوم طبعاً يا جماعة ده قسم عظيم حيواتك كلها اللي خلك كل الحاجات دي كلها تبقى موجودة جوه جينات جوه الدين ايه و جوه الاسير بتاعك تمام؟ انا بس حبيت اوضح النجوم و جات منين والانا دوت انت عندك انتها و كمان تشيل جواك انفس على عدد الحيوات اللي فاتت التجسدات اللي فاتت هي دي مجموعة الناس اللي حواليك اللي جواك هي دي المفروض تسري بيها يا موسى هي دي المفروض كلها كلها تسكت عشان تسمع الاراضة الحرة اللي اسمها موسى اللي بتنور لنا طريقنا عشان تروح لله هم دول بني اسرائيل اللي جوايا تمام؟ المفروض ان احنا نسري ببعض كل انفس اللي جوايا دي كل الناس اللي جوايا دي مفروض اخليها ترتقي وتتطور واطلع من مرحلة النسيان واتغلب على الصفات الوحشة اللي جوايا تمام؟ كل قلنا ان بني اسرائيل دول العلماء برضو ده ماشي ده ينفع ده ينفع برضو اللي هبنتكلم دلوقتي على الرحلة اللي جوا اللي دخلها لنا انا هسافر بدول كلهم عشان اسجدهم اسجد كل حاجة فيه موحشة كل الهويات دي اغلية تتلاشى معايا؟ السلام عليكم اشتركوا في القناة